مولانا إحنا وإحنا مقبلين بإذن الله سبحانه وتعالى على عيد الأضحى المبارك موسم الحج فبنسمح حاجات كتير متعلقة بأداء الشعائر وبنبقى حيرانين هو ينفع يعني لازم نعمل كل الحاجات دي أو بالطريقة دي ولا إنه ربنا سبحانه وتعالى يسر علينا الشعيرة أحسنت وجزاكم الله كل خير أنا بادئ زي بدء أستحضر قول النبي صلى الله عليه وآله لما سئل في يوم عيد الأضحى في ترتيب المناسك تقديما أو تأخيرا أو تركا أو إلى آخره أو تأجيلا ما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج اليسر هو الأصل في أداء العبادات ويمكن هنلحظ في صورة الحد أن الله سبحانه وتعالى اختار أن ينبه سبحانه على جزئية مهمة جدا وما جعل عليكم في الدين من حرج نفسورة الحد كما في آيات الصيام في صورة البقرة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العصر أنبه على بعض الأشياء من ثقافتنا الأزهرية عندنا الحمد لله التنوع الفكري لكن هي إشكالية المكترئين على الفتوى بغير علم عندهم أحادية الفكر ودي آفة خطيرة جدا في العالم الإسلامي يعني مثلا من يتمزه بالمذهب الشيعي الإسلام عنده محصور في الفكر الشيعي من يروج للفكر المتسلف أو الوهابي الإسلام عنده محصور في الفكر السلفي أو المتسلف وهلوم مجر وهذه آفة وخطورة جدا لكن تعال أنا أنبي على بعض الأشياء يعني مثلا حضرتك إما نأتي إلى استلام الحجر الأسود فقاله مش اسمه الأسعد زي ما الناس بتردد بعض العوام هو الحجر الأسود الرسول عليه الصلاة بيهن أنه مجرد استلام والله إن استطعت أن تصل إليه بدون ضرر لنفسك ولا لغيرك لا بأس لا 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 ما قدرتش تكفي الإشارة حلو ولذلك سيدنا نبي على السلام بي نبي سيدنا عمر قال لي عمر أنك رجل شديد يعني بنيته شديدة وطويل وبتاعه جسيمة عليه رضوان الله فنبيه وحذره أنه هو يعني يتدافع مع الناس على الحجر الأسود الشيء الثاني حضرتك أنه فيه خطأ بيقع في الحجاج الرجال أنه هو طول إقامته في مكة المكرمة بيكشف العضد الأيمن هذا خطأ هو كشف العضد الأيمن لا يكون إلا في السلاسة أشواط الأولى في الطواف حول الكعبة فقط لما لما يقعد يكشف كتفه والأنه حرارة مرتفعة والشمس ساطعة ده يحصل له التهبات جلدية والشرق ما أمره بذلك بعض الناس بيفضل يسرع السابعة أشواط الإسراعي اللي هو الرمل أو كشف العضد اليمنى أو الأيمن لإنما للرجال في السلاسة أشواط الأولى فقط فقط بس لما لما يخلص السلاسة أشواط خلاص برضو الإسراع بين العمودين الأخضرين في السفة والمروة هذا للرجال والإسراع بين العمودين الأخضرين أيضا في السلاسة أشواط الأولى فقط ولا يوجد إسراع في الطواف ولا السعب من السفة والمروة على النساء مطلقا خلص نهائي تمام طيب إنما ناتى الله يبارك فيك إلى الزهاب في ميناء يوم تمانية زلحج اللي هو يوم التروية هو سن باتفاق الفقهاء الآن معظم شركات السياحة بتفوج الحجيج إلى أنهم يذهبون إلى عرفات مباشرة لا مانح ولا يترتب على عدم الذهاب إلى ميناء في يوم تمانية منزل حجة أي فدية ولا أي خطأ وفيش أي خلل كده نهائي موطل السلطة باتفاق الفقهاء سنة من السنن نيجي بقى حضرتك للوقوف بعرفة الوقوف بعرفة يصح من النائم والجالس حتى المغمى عليه والحائض والنفساء وأصحاب الأعذار إحنا يعنينا أنه يتواجد في أرض عرفة يتواجد بس هنا أنا أرشد إلى شيء اسمه السلامة في ممارسة شعائر الحج يعني بعض الحجاج لا يراعون نظافة البيئة لا يراعون مشاعر الآخرين يعني مثلا يشرب مشروبا أو يأكل مأكولا أو يستخدم مناديل أو شيء وبعدين يلقيها في قارعة الطريق إزاي ده بقى يا أخي الإسلام ما علمه هذا تزهى في عرفات تلاء تلال رغم الجهود المبزولة صراحة من خدم الحرمين الشريفين حفظه الله وحكومته الرشيدة واسمه ولي العهد حقيقة جهود لا تنكر من المملكة العربية السعودية جهود جبارة ترجمة نانسي قنقر